بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كما الحق تنمى الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح شرشر عاتية صخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم أعجاد نخل خامية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتق كاتب الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابية إنها لما تغى الماء فملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وخملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قتوفها دانية كنوا أشربوا وليئا بما أثلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زروا سمعون زراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على دعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقون شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقون كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين